شهدت القاهرة انطلاق النسخة الثانية والعشرين من مؤتمر اليورو ماني والذي يعد منصة تجمع كبار المستثمرين من حول العالم وتسلط الضوء على أهم تحديات الاقتصاد المصري رشا عبد الرحمن نقلت لنا تفاصيل المؤتمر في التقرير التالي بهدف طرح فهم أعمق للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا شهدت القاهرة انطلاق النسخة الثانية والعشرين من مؤتمر اليورو ماني والذي شكلت جلساته سحة لتبادل وجهات النظر وترحي أسئلة ملحة تدور في أذهن اللاعبين الرئيسيين في عالم الاستثمار على المستوى الدولي خلال الحوارات كشف وزراء الحقائب الاقتصادية عن استهداف الحكومة المصرية وصول معدل النمو الصناعي لنحو ثمانية في المئة وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة تصل إلى خمسين في المئة متوقعين طفرة في حجم تضفق الاستثمارات في عقاب طرح قانوني الاستثمار الجديد حق للمستثمرين سواء المحليين والأجانب أنهم يعرفوا ما هي الخطط هي دي عملية التواصل والرؤية فكان الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من أهم الأمور التي نقدر أن نحن بعدها نبتدي نتكلم على قيد شركات جديدة في هذا الشأن لكن هي مش فقط عملية القيد ما هيش فقط عملية أعداد شركات تاني هي مسألة حجم الشركات جودة الشركات ونوعية المستثمر وعلى رغم من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد بشكل غير مسبوق إلى أن الخبراء ثمنوا إجراءات تحرير سعر الصرف وخفض الدعم بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة مرتين خلال الشهور القليلة الماضية بنحو أربعمائة نقطة ما نتج عنه طفرة في حجم الاحتياطي الأجنبي بالبنوك نحن متوقعين في فترة جاية يبقى فيه شوية نزول في أسعار الفائدة فبالتالي ده هيشجع الاستثمارات بأنها تخش أكتر من نهاية مركزة النهاردة في أدوات الدخل السابق تبتدي تخش الاستثمارات في الاقتصاد نفسه مع الصادرات الغير نفطية العالية السنة دي مع رجوع قطاع سياحة مع اكتشافات الغاز هيبقى فيه فرص نمو السوق المصري أكبر سوق في المنطقة من ناحية الاستهلاكية فهيبتدي يبقى فيه فرص استثمار حاول المؤتمر أن يرسم خريطة للقطعات الجاذبة في مصر بداية من القطاع العقري مرورا بالطاقة والبنية التحتية ووصولا إلى القطاع الريادية حيث خصصت جلسة كاملة لكيفية تحفيز ريادة الأعمال في مصر تنظر الحكومة المصرية لهذا المحفل الدولي باعتبره فرصة لعرض الإصلاحات الجديدة على ما يجد باستثمارات خارجية للسوق المصري المتعطش للسيولة والذي يوصف بأنه السوق الأكبر على مستوى شرق الأوسط راشا عبد الرحمن تلفزيون دبي القاهرة لآن والتعليق على أهم ما ورد في تقرير وأهمية مؤتمر اليورو ماني معنا مباشرة من القاهرة الدكتورة بسانت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب المصري أهلا وسهلا بك دكتورة بسانت معنا يعني كما سمعنا في التقرير تم القاء الضوء على ربما بعض القضايا وأبرزها التي تم نقاشها في مؤتمر اليورو ماني لهذا العام لكن حابين نعرف من حضرتك برأيك ما هي أبرز الملفات الشائكة التي تم نقاشها في المؤتمر لهذا العام شكرا على الاستضافة أنا أعتقد أن العالم كله ابتدى يدرك أن نحن عندنا أو بنمر حاليا بما يسمى الثورة السالسة صحيح إحنا عملنا ثورتين في 2011 و2013 لكن أنا أعتقد اللي إحنا بنمر به النهاردة أخطر بكتير إحنا بنعمل ما يسمى بالثورة الاقتصادية مصر زلت أكتر من 60 عاما كل هم الاقتصاديين كان أنه يكسب ردى الشعب ويعمل شعبية للي بيحكمه ودي فترة كليفتة كتير قوي الحقيقة النهاردة إحنا بندير الاقتصاد بشكل ثوري يعني بنغير بجرأة علشان نمشي على الطريق السليم قطعنا خطوات من أصعب ما يمكن من أصعب ما يمكن سواء كان فيما يختص بالسياسة المالية السياسة النقدية التغييرات التشريعية إحنا بنغير من شكل الاقتصاد كل ده إحنا بنعرضه في كل المؤتمرات والناس الحقيقة شايفة اللي بيحصل ما فيش شك إن ده تمنه حيكون ارتفاع في الأسعار وزيادة في التدخم لا جدال لكن الحمد لله إن الشعب على الأقل وبالمجهود اللي بيتعامل سواء من الحكومة أو المجتمع المدني مدرك ما يحدث إحنا عندنا قصة نجاح في التغيير الاقتصادي وأنا بسميها صورة حقيقية لأنك أخدت إجراءات في منتهى الجرأة ومنتهى الصعوبة لكن الحمد لله أثرها الإيجابي على الأقل في الأجل المتوسط من 3-5 سنوات حيبقى باين أمام العالم والناس كلها شايفة الحقيقة مصر عندها مشكلة كبيرة النهر ده تحدي هائل وهو إن 50% من الشعب شباب يعني تقريبا 50 مليون وعندنا كمان مستويات فقر مرتفعة ولذلك يجب على التوازي وده أعتقد إنه بيتعمل إنه يكون فيه برامج جاية من تحت الفوق يعني البوتوم عب مش طوب داون بس إنك بتعملي مشروعات تحاولي تخلي الغالبية العظمى تكسب رزقها عشان ما يحصل شي خلل أو مشاكل اجتماعية قاسية ما يستحملوهاش اللي إحنا بنعرضه في المؤتمرات هو هذا الكلام والناس كلها الحقيقة مدركة ومقدرة أنا عارفة إن التدخم عالي لكن ده شئكا متوقع الديون كبيرة شئكا متوقع كلنا كنا متوقعين هذا الكلام بس المفروض أن المردود الاستثماري والاقتصادي هو اللي يعود إن شاء الله دكتورة بس أنت بما أنك تتحدثين دال باقتصار شديد بالنقش في اليورو ماني نعم بما أنك تتحدثين عن المردود الاستثماري بالفعل يعني ربما الجرائد والمجلات في مصر وكافة التقارير والمقالات تحدثت عن نقطة أساسية ومهمة جدا يودون نقاشها في اليورو ماني وهو إمكانية أن تجذب مصر بالفعل المزيد من الاستثمارات الأجنبية ما الذي يجب أن العمل عليه فيما يخص هذا الجانب حتى تتمكن مصر بالفعل من جذب المزيد من هذه الاستثمارات وما هي أبرز أيضا الفرص الاستثمارية التي قد توفرها مصر برأيك للمستثمرين شو بي حضرتك ما فيه شك أنه إحنا سوق كبير أنا الحقيقة مش بقول أنه مئة مليون إحنا عندنا مجموعة من الاتفاقيات مع أوروبا مع الدول الأفريقية والبلاد العربية أي مشروع بيتعمل على أرض مصر السوق بيفوق مليار مستهلك فدي أول حاجة اثنين مصر تركت فترات أو عشرات السنين في مجالات لم تمس ولم يحدث فيها أي استثمار مثال لذلك الزراعة الزراعة أصبحت تكنولوجيا إحنا لسه ما دخلناش في قطاع الزراعة بالشكل العالمي صيد الأسماك وما يصنع عليها الزراعة وما يصنع عليها المعادن اللي إحنا بنصدرها خام ونرجع نستوردها موقعك كمدخل لأفريقيا منذ أيام الفراعنة بس عايزة طبعا استثمارات في السكة الحديد عايزة في الأنهار نقل النهري والأهم من ده إحنا محتاجين نهاية مناخ جاذب للمستثمرين اشتغلنا صحيح على بعض النقاط لكن لسه في نقاط أخرى زي الحوكمة زي الإفساح زي مكافحة الفساد زي الشفافية كل ده إحنا بنشتغل عليه حياخد بعض الوقت لكن اللي أنا دايما أقوله الطريق واضح وإحنا ماشيين عليه إن شاء الله وبإذن الله نستطيع إن إحنا نوفق لكن مصر تقدر تقدم كتير قوي ده سوق ما بيعملش حاجة يعني أنا أسفة بقول هذا الكلام بالزراعة وقفة بقالها عشرات السنين سد الأسماك ما بيعملوش حاجة خالص ففي مجالات كثيرة نستطيع إن شاء الله وبعين في اكتشافات الغاز والبترول وفي المشروعات السياحية وفي المدن الجديدة وفي الصعيد يعني البلد بقالها ستين سنة ما بيتعملش فيها حاجة جدة فالنهاردة الحمد لله أعتقد إن إحنا ماشينا وذلك أنا بسميها صورة اقتصادية ودي أخطر بكتير من الصورتين اللي إحنا عملنا طيب دكتورة بس أنت بالفعل يعني نراكي تتحدثين بإيجابية نوعا ما عن الاقتصاد المصري حاليا وهذا ربما حال كافة الخبراء الآن في مصر الذين وعند سؤالهم عن مؤتمر اليورو ماني لهذا العام والفرق بينه وبين العام الماضي أكدوا بأن المؤتمر هذا العام وسط أوضاعا اقتصادية أفضل من العام الماضي هل ترين بفعل أنها أفضل طبعا فهمنا من حكي بأنها أفضل لكن ما الذي تغير من بين العام الماضي والعام الحالي برأيك قبول الشعب للوضع يعني الناس كانت متزمرة باستمرار من صعوبة الموقف وأنهم مش هقدروا يستحملوا أنا أعتقد ده تغير والشعب ابتدى يدرك أنه لازم يشارك في هذه التنمية الشيء الثاني أنك بتتكلمي النهاردة لغة ما كانتش بتتكلم في مصر وهي الشمول المالي مصر كانت الحقيقة بتشتغل بطريقة وأنا لما حصل موضوع قناة السويس ولقيت مليارات جاية من البيوت أنا بشتغل في مجال الاقتصاد انزعكت جدا وقلت دي ظاهرة مش إيجابية ده معناه أنه فيه فلوس كتيرة قوي في مصر برا الجهاز المصرفي ولازم تدخل جوا الجهاز المصرفي فمؤتمر الشمول المالي كان إيجابي حضرتك شايفة طبعا فيه مشروعات مدن جديدة كتيرة قوي بتتعامل فبتدينا نخرج من الحزام الضيق الاهتمام بقطاع الزراعة والتكنولوجيا الحديثة فيه كل ده ما كانش موجود في الفترة اللي فاتت وبقى اتبان على الأرض الإمكانيات اللي موجودة وأن الشعب المصري يعني أنا بكررها تاني قبل أنه استحمل لأنه في الأول كان فيه حضرتك عارفة تزمر عالي قوي من ارتفاع الأسعار ومن صعوبة الحياة ابتدى الموضوع يتشرح أفضل لهم فأعتقد قبول الشعب المصري في هذه النهضة هو أهم حاجة نعم إذن الدكتورة بسانت فاهمي عضو لنا التصادية يعني خليني أدي مثال بسانت في فرنسا تفضلي سريعا لو سمحتي فضلي نعم إذن دكتورة بسانت يعني أنا بنقارن مقارنة سريعة باللي بيحصل في فرنسا حاليا خلاص شكرا يا فان يعطيك العافية دكتورة بسانت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب المصري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم